قالت السلطات في مصر إن عشرين شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب عشرات أخرون عندما وقع انفجار واندلى حريق نتيجة ارتطام جرار قطار بحاجز في محطة القطارات الرئيسية في القاهرة وفيما ذكرت مصادر أمنية أنه لا توجد أي إشارة على أن الحادث متعمد قال وزير النقل هشام عرفات الذي تقدم باستقالته لاحقا إن خزان وقود الجرار الذي يعمل بالديزل انفجر إثرى الاستضام وقالت وزيرة الصحة هالة زايد إن عدد القتلى بلغ عشرين فيما أصيب أكثر من أربعين شخصا في الحادث الذي وقع في محطة مصر بميدان رمسيس في وسط القاهرة وكان التلفزيون الرسمي قد قال في وقت سابق إن الحادث أصفر عن مقتل خمسة وعشرين شخصا وإصابة خمسين ترجمة نانسي قنقر